نسبة التزوير كانت عالية جدا في تمرير هذا الدستور هذا الدستور كتب في زمن الاحتلال يجب أن يعدل هذا الدستور لأن فيه نصوص غامضة يكتسب الدستور قدسيته واحترامه يجب أن يكتب بصورة صحيحة يبقى أن يكون دستور متكامل يكتب من رجال القانون من قبل فقهاء القانون يكتب في ظروف سياسية أمنية مستقرة للدول لكن ما حصل أن هذا الدستور كتب في زمن الاحتلال كتب من لجنة الدستور غالبيتهم دعنا نقول 90% من أعضاء لجنة كتابة الدستور هم ليسوا بقانونيين هم جاءوا بفكر سياسي وحملين بمآسي الماضي وبأعباء الماضي وبالخوف من المستقبل وكتب دستور على وجه العجالة وتم تمريره ولو كان هناك تدقيق في ذلك الوقت في عام 2005 لقلنا أن نسبة التزوير كانت عالية جدا في تمرير هذا الدستور لكن كانت الإرادة السياسية في ذلك الوقت تريد أن تمضي هذا الدستور لكي تمضي العملية السياسية اليوم الصوت المرتفع من قبل السلطة القضائية وثل برئيس مجلس القضاء الأعلى جاءت مكملة لكن لها دور وهمية كبرى هذه المنادات على مر السنين من قبل رجال القانون وفقها القانون يجب أن يعدل هذا الدستور لأن فيه نصوص غامضة نصوص فضفاضة قابل للتأويل أكثر من مرة وحسب المصالح السياسية وهذا محصل وحتى النصوص التي لا تقبل التأويل حتى خرقت الدستور العراقي هو دستور جامد لا نقول أنه مستحيل التعديل لكن هو صعب التعديل على الاعتبار أنه وضعوا اشتراطات في المادة 142 كما أشار لها الضيف الكريم المادة 142 اشتراطت أنه عدم اعتراف ثلثي ثلاث محافظات وأن يمرر بالاستفتاء هذه هي عقبة كانت عقبة كبيرة في تعديل البستور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر